شكراً للموصول لك لينا ولا ضيفتك كمان زينا شكراً كتير على الفقرة المميزة رح ننتقل معكم مباشرة لرند الديسي واليوم الحديث بيشغل عديد من الأشخاص عن موضوع الصحة هو الكورونا وفيروس الكورونا اليوم من خلال التغذية رح نقدم بعض النصائح الوقائية سباح الخير ران أهلا سهلاً فيكي أهلاً فيكي هلأ احنا مثلاً بتذكر بفقرة الحديث عن السرطان تحدثنا عن التغذية ممكن تعمل لنا ووقائية الكورونا حالياً برضو عم بتشكل مخاوف كتير كبيرة في العديد من الدول حول العالم والبيوت الأردنية مظبوط فشو أهم الأشياء اللي لازم احنا ننتبه لها وهل بالفعل احنا قادرين ان يكون فيه عندنا مناعة ووقاية ضد الفيروس هلأ سراحة دانا كل اللي حكتي مظبوط مية بالمية مع انه اللي هلأ ما اثبتوا انه عنا اي حالات من الكورونا ولكن مش غلط انه نحنا ناخد بعين الاعتبار كيف الطرق الوقائية قبل ما نحنا نطر انه نحنا نفوت بأي نوع من انواع الفيروس حتى الزبط الـ H1N1 الانتشر من أسبوعين ثلاثة او من شهر كمان كان بشكل خطر كبير على العديد من الأشخاص هلأ بشكل عام هاي الفيروسات احنا ليش من خاف منها لانه عادة هاي الفيروسات ما لها اي مطعوم ممكن انه ناخده يعني لسه مش موجود لها اي مطاعيم ممكن تقوي مناعتنا ضد خاصة فيروس الكورونا فبشكل عام دائما بتيجي الدور الوقاية اهم من دور العلاج لانه وانس الشخص انصاب بهذا المرض فالمناعة عنده رح تنزل وخطر تضاعف المشاكل عنده بيجسمه بتكون كتير عالية هلأ دائما احنا منركز على الأشخاص اللي احنا منسميهم اميونو كومبرمايز او اللي عندهم نسب مناعة اقل من الأشخاص الثانيين فمنركز على فئة كبار السن منركز على فئة صغار السن وعادة الوفيات اللي بنشوفهم بسبب هاي الفيروسات بتضمن هاي الفئات العمرية للكبار واللي عندهم مشاكل في المناعة والصغار مية بالمية فدائما الأشخاص اللي عندهم مشاكل في المناعة هن الأكثر عرضة بالإصابة ببطاط ضاعفات هاي الفيروسات وبالأسف مرات بتأدي إلى الموت في بعض من الحالات نعم فلازم ننتبه على الطرق الغذائية العلاجية اللي عن جد بترفع المناعة عند كبار السن عند الأشخاص اللي عندهم مشاكل مناعية بالإضافة عند صغار السن اللي احنا منكون كتير خايفين عليهم من الإصابة بهاي الامراض مية بالمية رح نحكي عن أغذية بتعمل لنا المناعة ولا بتقلل مثلا من نسب الإصابة التنين رح نحكي عن الأغذية اللي بتأوي المناعة بشكل عام ورح نحكي كمان عن مكملات غذائية ممكن تندرج من ضمن نظامنا الغذائي اللي رح تساعد على تقليل الخطر الإصابة بهاي الامراض بشكل عام هاي الصورة بتوضح بشكل عام تسع أغذية لازم أنه نحنا ندرجها على شكل يومي ونبلش ونشوف أنه فيه عندي أول إشي الكركم اللي احنا دائما نحكي عنه قديش هو مفيد قديش بيرفع المناعة فيه نسب عالية جدا من مضادات الأكسدة رح ننتقل لنحكي عن مرقة اللحوم أو مرقة الدجاج اللي هي فيها عادة نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن وتشمل الزنك، الكالسيوم، ماجنيزيوم، فوسفورس بالإضافة لنسبة عالية من الجلوكوسامين، الهيلورونيك أسد والكوندرويتن كلهم مهمين للحفاظ على صحة العظام والحفاظ على المناعة بشكل عام وخاصة أن الزنك بيلعب دور رئيسي بالحفاظ على المناعة رح نشوف أنه كمان فيه عندي الليمون بيرفع نسب المناعة بشكل كبير وبساعد الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالمناعة خاصة الأشخاص اللي ما بياخدوا نسب فيتامين سي بشكل جيد هلأ طبعا أنا ما رح أحكي عنهم كلهم بس عم هايلايتنج أهم الأغذية الموجودة كمان عم منشوف أنه في عندي الفليف للخضرة الملونة كل الخضروات اللي فيها نسب عالية من نسب الفيتامينات وخاصة فيتامين بي اللي بيرفع المناعة ما ننسى دور التومي بشكل كتير كبير أنه بيرفع المناعة بقل الخطر الإصابي طازجة ولا مطبوخة دائما إحنا بنحل عن الطازج وأكيد صديقي الزنجبيل والكركم كمان ما ننساهم قديش هن بيساعدوا أنه نحن نقلل من خطر الإصابة بالأمراض المناعية ومنفس الوقت نرفع المناعة عند الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالمناعة نعم طب أرى فيه سؤال بشوفهم من الأشياء المتداولة بين الناس هو الينسون صح بيحكوا لك أنه الينسون بيحول المعدة من الوسط الحمضي إلى القاعدي والوسط القاعدي ما بيعيش فيها الفيروس قدش هالمعلومة دقيقة؟ هلأ شوفي دعنا هاي نفس المعلومة اللي حكينا عنها وقت ما كنا نحكي عن الوقاية من السرطان بشكل عام إحنا لما بنا نركز على الأغذية اللي بتزيد من أحماض أو بتزيد من القلوية تبعة الجسم هذا الإشي شبه مستحيل لأنه من سابع المستحيلات الجسم يغير البيئة تبعة الدم إلا إذا في عندي مشكلة تغير كل الدم بالضبط يعني هون بيكون عندي تسمم دم عادة فعادة إحنا ما منقدر نغير البيئة تبعة الدم ولكن منقدر نغير البيئة تبعة البول فإحنا لما منركز على أغذية حمضية بيئة البول بتصير حمضية لما نركز على الأغذية القلوية بيئة البول بتصير قلوية وعادة البيئة الحمضية عن جد بتحفظ يمو البكتيريا والفيروسات عشان هيك مثلا بنشوف الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالإصابة بالالتهابات المسالك البولية عادة ما بننصحهم باتباع النظام الغذائي الكيتوزي لأنه فيه نسب عالي من البروتين اللي بيحول البيئة إلى بيئة حمضية فبزيد خطر الإصابة بالأمراض تمام إحنا هلأ حكينا عن الأغذية في كبان حديث عن المكملات مظبوط في عندي نوعين من المكملات الغذائية هلأ دارجين كتير استخدامهم ممكن واحد منهم بنستخدمه للأطفال وكبار السن والآخر بس بيكون مخصص لكبار السن هذا الألدربري سيروب هو عبارة عن نوع من أنواع المكملات الغذائية التي تعطى للأطفال وكبار السن الميز اللي فيه أنه عالي جدا بالفيتامين سي عالي جدا بالألياف فيه نسب عالية من الفيروليك آسيد بالإضافة للفلافنولز والأنثايوساينز من السيداليين أخدو من السيداليات بينشرة وكل هاي عبارة عن مضادات أكسدي بتحمي الخلايا وبتحمي المناعة وبتأوي المناعة بشكل عام كمية التناول أو كيفية تعتمد على كل منتج بيكون محدد قديش أنا بقدر أتناول منه وكمان بتعتمد قديش عمر الشخص وقديش عدد تكرار المرات اللي أنا بدي أتناول منه هذا المكمل الغذائي رح ننتقل لنوع تاني من المكمل الغذائي اللي هو الأشينيسيا ولكن هذا مخصص لكبار السن بيجي على شكل حبوب وفي بعض الحالات بيجي على شكل شاي ولكن الحبوب بتكون مركزة بنسب أعلى الفائدة الغذائية أنه هو بيساعد بمحاربة الأمراض وبتثبت الدراسات أنه بيقلل تقريباً 85% من خطر الإصابة بالمرض بالدرجة الأولى وكمان بيقلل عدد الأيام اللي الشخص بيكون مصاب فيها بالأمراض ما بين يوم إلى أربع أيام أقل من الطبيب هذول مناح بشكل عام ولا تحديداً عم نحكي للكورونا؟ تحديداً للفيروسات والإنفلونزات وبالأخص أكيد الكورونا لأنه ما عندي لسه أي نوع من المطاعيم اللي بتتعالج أو بتساهم في التخلص من هذا الفيروس نعم لأي عمر النوع الثاني حكينا؟ عادة النوع الثاني لكبار السن فإحنا منبلش بعد عمر 16 سنة إلى كبار السن ولكن الثاني ممكن يكون ملائم لصغار السن وكبار السن شكراً لك شكراً لك